الأخبار المتعلقة بمتحور أوميكرون تؤكد أكثر من أي وقت مضى أن هذا الوباء لن ينتهي حتى يتلقى لقاحة جميع سكان العالم كلماتهم قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولته إقناع الدول وشركات الأدوية بالتنازل عن حق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى يتسنى للمزيد من البلدان تصنيع اللقاحات محليا انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون يثير الرعب حول العالم ويدفع الجميع إلى البحث عن سبل الكفيلة بتوفير اللقاحة الكافية لتأمين الناس من مضاعفات الإصابة بالفيروس وبحسب تقرير نشرته صحيفة ظهر الأمريكية فإن انعدام المساواة في اللقاحات بين دول العالم بات أمرا واضحا إذن بعض الدول الغنية لقحت مواطنها بالكامل بينما لم يتعد معدل التطعيم في قارة إفريقيا ثمانية بالمئة من سكانها والأمر الذي يبدو معه طبيعيا أن يظهر المتحور أوميكرون في إفريقيا غير أن هناك من المتخصصين من يرى أن التنازل عن حق الملكية الفكرية للوقاحات لن يساعد في إنقاذ الأرواح على مستوى العالم لأن مجرد تسليم براءة الاختراع لا يعني أن أي مصنع لقاح سيكون قادرا على إنتاج لقاحات آمنة وفعالة وأمام الخلاف المحتدم بين مؤيدي التنازل عن حق ملكية اللقاحات ورافضين للتنازل تبقى الدول الأشد فقرا معارضة لأن تتحول إلى بؤرة جديدة لتفشي متحورات مقاومة للقاحة لن تهددها فقط بل ربما يعم خطرها العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر